تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبار رفح المصرية متاجهة لمنفذ كرم أبو سالم يأتي ذلك بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعصفية التي تاحه لدون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات المزيد من التفاصيل مع الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصرية دعم مشاهدين الكرام ما زلنا مستمرين مع حضركم من أمام معبار رفح المصري وأمطار قليلة تفصيلنا عن مدينة رفح الفلسطينية والتي لازالت تتعرض إلى قصف عنيف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع المناطق المتفرقة داخل المدينة أؤكد هنا أن مصر ما زالت تبذل جهود كثيفة من أجل احتواء الأزمة هنا نتحدث عن استضافة مصر لوفود أمريكية وإسرائيلية ووفود أيضا فلسطينية لمناقشة وإيجاد حلول للنقاط العالقة فيما يتعلق بالهدنة وصفقة إتمام صفقة التبادل الأسرة والمحتجزين وأيضا التوصل إلى وقف إطلاق النار على المستوى الميداني فيما وصل إلينا من بيانات في هيئة المعابر والحدود فنحن نؤكد أن ما عبر اليوم من معبر رفح متجه إلى معبر كرم أبو سالم نتحدث عن 32 شاحنة 25 منها فرغت حمولتها واثنين من المساعدات الطبية عادت مرة أخرى إلى الجانب المصري أيضا فيما يتعلق بي المساعدات والمحروقات البترولية فنؤكد أن هناك عشر شاحنات تحمل سولار وغاز أثنين منهم فقط هما فرغت حمولتها ولا نعلم إذا كان الثمانية البخين بالفعل تم تفريق حمولتها أم لا يمكن هذا هو المشهد لدينا اليوم من أمام معبر رفح البري ونعود إليكم مرة أخرى في الإستوات